اشتركوا في القناة الجزائر تصدم المغرب بهذا القرار المفاجئ قبل مباراة النهائي أمام السنغال سعيد شيبا الانتصار كان وراءه مجموعة من المقاتلين وهذا مكسب بالنسبة لنا وللشعب المغرب هي الدولي المغربي حاكم زياش يحدد وجهته المقبلة ويغادت شيسي إجليزي بعد توصوله بعرض خليجي مغريج التان عبر طهب الغزويلة حالي سمر من المنتخب المغربي الأقل من 17 سنة عن سعادته بالتألقه في مواجهة مالي لحساب نصف النهائي كأس أمم إفريقيا الجزائر 2023 والسأسد بالغزويلة في الدفاع عن عينه خلال ضربات الجزاء مدونا ريمونطادة تاريخية قلبت الموازين من تأخر الأشبال بركلتين للتأهل النهائية وقال بالغزويلة في تصريحات التي تلت لمواجهة الفرحة الكبيرة عمرني بكيت على الكرة ولكن اليوم بكيت بلا منحس وتابع قائلا الحمد لله أشكر الشعب المغربي على دعمهم وقد أردى الوالدين وحاليا سنرتاح وسنقاتل من أجل استعداد للنهائي مؤخشة ما حديثه بالقول الكأس غديد ديو معنا المغرب إن شاء الله هذا ويصطدم المنتخب الوضعي المغربي الأقل من 17 سنة في النهائي بنظيره السنغالي يوم الجمعة المقبلة على الساعة الثامنة بتوقيت غنيت على أرضية الملعب براقية سجل النصير المزروي لاعب بير ميونخ الألمانية حضوره في التشكيل الميتالي للجولة الثانية والثلاثونة من الدولة الألمانية ووضع مؤشر هوتس كوردا المختص في تقييم اللاعبين الدولي المغربي نصير المزروي في الوراق الأيمن في التشكيل الأسبوع بتنقيط بلغ 8.3 وبصم الدولي المغربي على أداء جيد في المواجهة الشركة التي انتهت بفوز النالي البفاري بـ 6.0 وقع خلالها النجم المنتخب المغربي نصير المزروي هدفه السادس والأول له مع الفريق البفاري وكان المدير الرياضي لبير ميونخ الألماني حسن صلاح حميديتش قد أكد بقاء اللاعب المغربي نصير المزروي مع الفريق الحالي بير ميونخ ردا على الإشاعات التي ربطته بإمكانية الرحيل عن العملاق البفاري في قرار غير مألوف اتخذت السلطات الجزائرية المسؤولة عن تنظيم كأس أم أفريقي الأقل من 17 سنة قرار بتغيير مواعيد المباراة التي ستجمع أشبال سعيد شيبا بالمنتخب السنغالي إلى وقت متأخر من الليل 10 مساء بعد هزيمة المنتخب الجزائري والتأهل إلى المغرب إلى النهائية وسبقت الصفحة الجزائرية إعلان تغيير مواعيد المباراة النهائية قبل المنصات الرسمية لإتحاد إفريقي لكرة القدم وستجمع المباراة النهائية فاريخ المنتخب الوطني المغربي الأقل من 17 سنة عاما بناظره السنغالي الذي تأهل إلى النهائي على حساب منتخب بوركينفاسو وستقام المباراة على ملعب البراقي في العاصمة الجزائرية الجمهة القديمة في التاسع عشر من ماهي الجري شدد السعيد شيبا مداري بالمنتخب المغربي الأقل من 17 سنة على صعوبة المباراة التي جمعت الفاريخ الوطني بناظره المالي برسم نصف النهائي كاسم أفريقيا للنشئين وقال شيبا في النظم الصحفي التي أعقبت المقابلة المباراة كانت صعبة جدا وكان يجب علينا أن نحصلها على طريق المناسبة للخصم الذي يمتلك إمكانيات كبيرة وعالية وتابع قائلا كان يجب أن نتحل بالصبر والتنظيم لأنها الحل وحيد أمام خصم مهاري وقوي بدنيا الحمد لله يدين الشباب في هذا السن أبانوا على النرج كبير وهذا مكسب كبير بالنسبة لنا وأضاف قائلنا ضربات الجزاء كانت جزء من السينياريوهات المتاحة في المباراة اليوم وكنا مطالبين أن نحضر كل جوانب المواجهة بما فيها 90 دقيقة وركلات الجزاء وعدم ترك أي شيء للحظ حيث أعطينا للمقابلة أهم كبيرة خلال حساس تدريبية وتابع قائلا عندما يكون التحضير جيدا من ناحية دهنية يمكنك الوصول للمكان المناسب والحمد لله تفوقنا في بلوغ النهائي والانتصار كان وراءه مجموعة من المقاتلين وأرداف المتحدث نفسه قائلا لعبنا على إمكانيتنا حيث كانت هناك تغطية وإغلاق المساحات على المنتخب المالي رغم خطورة الخصم النهاية كانت مفرحة ولدينا أيام كافية للتحضير للنهائي خصوصا على المستوى الدهني يتجه النجم المغربي حكيم زياش لمغادرة عن نادي تي سي في الفترة لانتقالات المقبلة إذ يثير اهتمام أحد الأندية البرومير ليك حاليا حيث إن اللعب يفضل البقاء في الدولة الإنجليزية الممتازة رفقة أحد الأندية الإنجليزية يوضى الخروج إلى الدوليات أخرى وخاصة الخليجية ورغم تهميش زياش من بعض المدربين في تي سي فإنه اللعب مطلوب بشدة في سوق الانتقالات حيث عبر عدد من الأندية مثل ويلفهام وويسهام وبيتيس وإشبيليا وفنربخشا وباشكتاش ونابولي وميلانا وباليسان جرمان أن رغبتهما في ضم اللاعب البالغ من عمر الثلاثون عاما والذي رفض بعض العرود من الدوليات العربية ويوشار إلى أن نادي توتنهام يتطلع إلى تجديد فريقه ويحتاج إلى جناح أيمن ليحل محل برازيلي لوكاس مورا ومن محتمل أن ينضم حكيم زياش إلى توتنهام الموسم المقبيل ويتميز الجياش بخبرة واسعة في الدوريات العالمية ويمكنه اللعب في المركز المتعددة مما يجعله الخيار المثالي للتوتنهام وفقا للتقارير موقع أفرسكورت سبورتس ورغم أن عقد اللعب مع تيسي ينتهي عام 2025 إلى أن قيمة انتقالته المتحملة تصل إلى 18 مليون يورو مع ذلك لن يتخذ توتنهام أي خطوة إلا بعد تعيين مدرب فن جديد شكرا على حسن المشاهدة لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد أخبار المغربية ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة